السلام عليكم مرحبا أحبة التلاميذ والتلميذات في حصة جديدة في مادة النشاط العلمي للمستوى الثالث سنتناول في هذه الحصة أنشطة دائم الوحدة الخامسة دائما في موضوع التقييم والدائم الوحدة الخامسة الأسبوع الخامس إذا قلنا نحن في الحصة الثانية من الأسبوع الخامس للوحدة الخامسة وهي أنشطة دائم الوحدة والهدف التعلمي من هذه الحصة هو أن أدائم مكتسباتي خلال الوحدة الخامسة وأول ما نبدأ به هذه الحصة هو تذكير ببعض ما رأيناه خلال دروس هذه الوحدة إذن تذكير رأينا أحبة أن مصادر الأغذية متنوعة منها ما مصدره نباتي ورأينا منها ما هو مصدر حيواني ورأينا أيضا أغذية مصدرها معدني ثم رأينا المكونات الغدائية وقلنا بأنها كالتالي السكريات الدهنيات بروتيدات الفيتامينات ورأينا أيضا أحبة أنه يجب علينا أن نتتنبى بعض الأطعمة وخاصة تلك التي تسبب السمنة وتلك التي تسبب الهزان ثم رأينا أحبة في دروسي موضوع التنفس أن الإنسان يتنفس من خلال عمليتي الشهيق والزفير وذلك بواسطة جهازه التنفسي وقلنا بأن الجهاز التنفسي يتكون من العناصر التالية أنف حنجرة رغامة قصبة هوائية رئة وقلنا بأنه خلال عملية الشهيق يدخل الهواء من الأنف ليصل إلى الرئة عن طريق الحنجرة والرغامة والقصبة الهوائية وأن الهواء الزفير يخرج من الرئة ليخرج إلى الخارج عن طريق الأنف وقلنا أن الإنسان كي يحافظ على صحته لا بد أن يعمل على تجنب كل هواء ملوث وأن يستنشق هواء ناقيا خاصة في الغابات والحضائق إذن كان هذا بعض ما رأيناه إذن لننطلق إلى الأنشطة على بركة الله إذن الأنشطة إذن كالآدى عزيزة التلميذة عزيزة التلميذة أطلب منك عند كل نشاط أن تقوم بإيقاف الفيلم وإنجاز النشاط على دفترك عندما تنتهي من النشاط أو من إنجاز النشاط قم بتشغيل الفيلم حتى تنتقل إلى النشاط الثاني أنجز النشاط أو ثم أعد تشغيل الفيلم إلى أن تمر إلى النشاط الأخير وهكذا إلى أن تنجز جميع الأنشطة أو المعلومات فإذا كانت المعلومة صحيحة أضع علامة في خانة صحيحة وإذا كانت المعلومة خاطئة أضع علامة في خانة خطأ إليك المعلومات مصادر أغذية متنوية نشاط جسم الإنسان غير مرتبط بالأغذية الفواكه والخضر ضارة بالصحة البيض غذاء غني بالبروتيدات تنويع الأغذية المتناولة مفيد للصحة يمكن تعويض تناول اللحم بالبيض أو السرد عندما تنتهي ننتقل إلى النشاط الثاني النشاط الثاني أجيب بنعم أو لا إليكم أحبة مجموعة من المعلومات أيضا فإذا كانت المعلومة صحيحة أكتب نعم في الخانة الفارغة وإذا كانت المعلومة خاطئة أكتب لا في الخانة الفارغة يؤثر التلوث على الجهاد التنفسي لدى الإنسان أتفاد النوم في غرفة مغلقة بها موقد مشتعل النزهة في غابة خلال النهار مفيد لصحة دخان المصانع والسيارات لا يلوث الهواء ولا يضر بالصحة الآن ننتقل إلى النشاط الثالث النشاط الثالث أكتب كلمة شهير أو زفير في بطاقة كل رسم إليك الرسم ما العملية التي يمثلها الرسم الذي في الآلة وما العملية التي يمثلها الرسم في الأسفل ثم بعد ذلك أصل كل رسم بما يناسبه لدي نافخ هواء في حالتين ما هي الحالة التي تناسب كل رسم؟ يعني الحالة التي تتمثل حالة الزفير والرسم الذي يمثل الشهيق إذن بعد إنجازك لكل الأنشطة نمر عزيز التلميذ إلى تصحيح وأتمنى أنك قد أنجزت كل التمرين قبل أن تصل إلى هذه المرحلة من الفيل إذن التصحيح نقوم الآن بتصحيح النشاط الأول قلنا أضع ألامة في الخانة المناسبة مصادر أغذية متنوعة هذه العبارة صحيحة ممتاز نشاط جسم الإنسان غير مرتبط بالأغذية هذه عبارة خاطئة أحسنت الفواكه والخضر ضارة بالصحة عبارة خاطئة المتاز البيض غذاء غني بالبروتيدات أحسنتم معلومة صحيحة تنويع الأغذية المتناولة مفيد للصحة عبارة صحيحة أحسنتم يمكن تعويض تناول اللحم بالبيض أو السرديل عبارة صحيحة أحسنتم إذن لنمر إلى تصحيح النشاط الثاني النشاط الثاني أجيب بنام أو لا يؤثر التلوث على الجهاز التنفسي لدى الإنسان عبارة صحيحة نعم أتفاد النوم في غرفة مغلقة بها موقد مشتعل عبارة صحيحة نعم النزة في غابة خلال النهار مفيد لصحتي عبارة صحيحة نعم دخان المصانع والسيارات لا يلوث الهواء ولا يدر بالصحة معلومة خاطئة أحسنتم إذن لا ذا لننتقل إلى تصحيح النشاط الموالي النشاط الثالث أكتب كلمة شهيق أو زفير في بطاقة كل الرسم إذن من خلال حجم الصدر ما هي العمل التي يمثلها الرسم الذي في الأعلى أحسنتمي عمليات زفير وفي الأسفل عمليات شهيق أصلوا كل رسم بحالته إذن حالة زفير يكون في هذه الحالة هذا الرسم الذي يناسبه والشهيق هذا هو الرسم الذي يناسبه إذن إلى هنا تنتي حصتنا وبحصة الدعم نكون قد أنهينا كل ما يتعلق بالوحدة الخامسة أتمنى أنكم قد استفدتم واستمتعتم واستمتعتم وإلى درس جديد أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته